ايه حكاية شيخ مينة دي؟ اه حكاية شيخ مينة دي من ساعة تما دخلت مسابقة تانية كانت بتاعت ابداع اه عاملها وزارة الشهو الرياضة فالشيخ محمود ياسيني التهمي بقى هو لطلعها علي كان بيقول لي ايه شيخ مينة على طول في المسابقة يعني كنت بتدقيوا حاجة ولا لا؟ لا لا خلص بالعكس لا 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 انا شابراوي انا رجل شابراوي اه اجدع ناس طبعا الشابراوي طبعا اه وده وسام على صدرك طبعا يعني شابرا طبعا طيب خليني اقولك اخدت مراكز كتير فى الانشاد الدينى فى مسابقة الانشاد الدينى ملقتش انتقادات مصلا من اهلك من صحابك من الناس اللي معاك فى البيت اه الناس اللي فى الشبرى الرجالة القدعان قوي دول يعني مكانش فى حد بنتقدك بيقول لك لأ بلاش ايوا كتير لا احكيلي بقى احكيلي بقى احكيلي بس كنت عامل حلقة قبل كده مع قناة نزلت الفيديو عنت في بقى الكومنتات جميلة بقى رب بنا هيذكر طريق الإسلام انت بتنشي اللي انت مالك انت و مالك انت مجيش حاجة جنب الشيخنا طبعا فيه فيه قراءة محترمة تانية كتير وفيه عجبات كتير قوي بالنسبة للشوبرة لا بالعكس كل الناس كانوا تشجعني في البيت أهلي كانوا يشجعوني الكنيسة نفسها كانوا تشجعني وكانش حد بيعتارت يعني ما كانش فيه مشاكل في مقبر الكنيسة بس هم قالولي فترة يعني بعد ان الموضوع بقى لقوا الكومنتات فيها إهانة وفيها بقى زيادة في الكلام فلو يحاول بقى تخف شوية في الموضوع كنت بتدخل ترد عن الكومنتات دي او بتتكلم عنه سوال لما تتجاهل خلص لا على حسب لو كومنت لفت نظري كده وعجبني ولو حاجة استفزتك تروح داخل بس ورد يعني بشيك يعني